اصدرت المحكمة الابتدائية في تونس حكم بالحبس ستة اشهر مع وقف التنفيذ بحق اربعة لاعبين من فريق الملعب التونسي جراء اعتدائهم على حارس مرمى فريق مستقبل المرسي يوسف الترابلسي في مباراة من بطولة الدور التونسي لكرة القدم اكدت ناطقه باسم المحكمة سوفيان السليتي ان العقوبة طالت الحارس قيس العمدني وسيف الدين بن عكرمي وخالد القربي ومحمد بن علي بعد ان وجهت لهم تهمتي الضرب والجرحة فيما استفادها شم عباس وحامد الويد من نقص الادلة هذا وكان قد انسحب الملعب التونسي في وقت سابق من البطولة احتجاجا على ما وصفها بالعقوبات الظالمة ضد لاعبه كما رفض الانتقال لمدينة المطلوي في جنوب تونس لمقابلة فريق النجم المطلوي صاحب المركز الرابع يوم السبت الماضي ضمن المرحلة الثامنة والعشرين من الدور المحلية تغلب المنتخب الاسباني على نظيره الكوري جنوبي بستة هداف لهدف في سالسبورغ بن نمسا بالمباراة الودية التي جرت في إطار استعداد الفريقين ليورو 2016 تمكن نوليتو فيغو من إحراز هدفين بعدما هزا ديفيد زيلفا وسيسك فابريكاس الشباك خلال أول نصف ساعة تقريبا ليضيف ألفارو موراتا هدفين آخرين لتحقق إسبانيا بهذا أكبر انتصال لها منذ الفوز بعشرة هداف من دون مقابل على تاهيتي في 2013 بينما سجل البديل جونغ تاي سي هدف كوريا الجنوبي الوحيد وصل لعب منتخب فرنسا إلى النمسا لعقد معسكر لتدريب قيادة المدرب ديدي شامب استعددا لاستضافة نهائيات أمم أوروبا لكورة القدم بعد أيام نازل منتخب الدياكا في منتجع بمدينة تيرول حيث سيتدرب الفريق حتى رابع من الشهر الجاري في وقت أكد فيه المدير الفني للمنتخب ديدي شامب أن الإقامة في هذا المنتجع مثالية قبل البطولة الأوروبية الكبيرة ننجح النجم البريطاني أندي موراي المصنف الثاني عالميا في تحقيق رقم مميز بعد تألقه وتجاوز منافسه الفرنسي ريتشارد جاسكي بثلاث مجموعات مقابل مجموعة سيواجه موراي نظيره سويسري ستاني سلاس فافرينكا في موقعات مثيرة ومرتقبة وقد حقق أندي موراي رقما مميزا بعد بلوغ المربع الذهبي ببطولة رولاند كاروس وبتث من اللاعب في العصر الحديث يصل 19 مرة إلى النصف النهائي بالبطولات الأربع الكبرى انتزع أليكسندر روسي لقب سباق انديانا بوليس 500 أشهر سباق سيارة سنوي في الولايات المتحدة وسباق لهم في سلسلة انديكار بعد انخذ العام الماضي تجربة في الفورميلا وان مع فريق مانور نجح سائق فريق أندريتي أوتو سبورت في انتزاع الفوز متفوقا على زميله في الفريق الكولومبي أرلوس مونيوز الذي حل ثانيا موسيقى